افتتحت جمعية شرقة الخيرية وبالتعاون مع دائرة شؤون الإسلامية بالشارقة افتتحت ثلاثة مساجد في الرمثة والرحمانية والصجعة الصناعية بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم من خلال مساهمات المحسنين قبل دخول شهر رمضان المبارك بيوم تم افتتاح ثلاثة مساجد في مدينة الشارقة لتكون جاهزة لأداء الصلوات خلال الشهر الفضيل وهي ثمرة تعاون بين جمعية الشارقة الخيرية ودائرة شؤون الإسلامية بالشارقة إلى جانب هيئة الكهرباء والمياه في الإمارة التي ساهمت في توصيل الكهرباء لتلك المساجد في وقت سريع إلى جانب التزامها بإعفاء المساجد في الإمارة من رسوم خدمات وتوصيل الكهرباء والمياه وجاء تنفيذ مسجد الثواب بمنطقة الرمثة ليكون المسجد الثاني الذي تنفذه الخيرية في المنطقة ويتسع لما يقارب ثلاثمائة مصل ومصلية ومسجد عبد الله بن أبي طلحة في منطقة الرحمانية هو الآخر يتسع لثلاثمائة مصل ومصلية أما مسجد السعد في منطقة الصجعة الصناعية فيتسع لما يقارب ألفا ومائة مصل ويعد المسجد الثاني للجمعية في المنطقة لا سيما أنها منطقة سكنية للعمال وتضم تلك المساجد مرافق خدمية تشمل الميضة ودورات المياه ومهاقفة للسيارات وسكن للإمام هذا وأكد سعادة عبد الله بن يعرف السبوسي مدير دائرة الشيون الإسلامية في الشارقة أنه تم اختيار المناطق الأكثر حاجة وترشيحها لجمعية الشارقة الخيرية التي قامت بتسويقها لدى المحسنين وفاعل الخير في الإمارة داعيا المولى عز وجل أن يزيهم خير الجزاء على ما بذلوه في سبيل الخير خصوصا أن افتتاح المساجد جاء مع حلول الشهر الفضيل